مع نهاية الموسم الصيفي الزراعي السنوية وبمشاركة 15 شعبة زراعية نظمت مديرية زراعة محافظة بابلة المعرض السنوية لمحصولي العنب والتين في المحافظة حيث أظهر المعرض من خلال نوعية المحصول وجودته إن المناطق الزراعية القريبة من الأنهار تميزت بجودة المنتوج وغزارته المنتوج تحدى الفلاح كل الصعاب ووفره في السوق المحلي الصعاب الموجود وشاحة المياه وقلة الأسمداء وقلة المبيدات وأيضا غلاء أسعار الوقود المنتجة الموجود حاليا إذا الفيض عن حاجة المحافظة يصدر إلى باقي محافظات العراق من شماله إلى جنوبه كون إنه محافظة بابل تعتبر من المحافظات المتميزة بإنتاج التين ومتميزة بإنتاج العنب فهو معرض يصلط الضوء على هكذا منتوجات بالإمكان أن تدعم السلة الغذائية في محافظة بابل وفي محافظات الوسط والجنوب وبينت مديرية الزراعة في محافظة بابل إن أزمة شحة المياه في هذا العام أثرت بشكل واضح وكبير على مستوى إنتاج محصولي العنب والتين ارتعينا أن تكون العروض على موزع على الشعب الزراعية الموزع على الوحدات الإدارية وبالتالي يلاحظ الزائر التباين الكبير بين الشعب الزراعية اللي هي على المتاخمة لضفاف الأنهر كيف إنه الإنتاج مالها غزير ونوعيتها جيدة عاكس هذا الشيء الشعب الزراعية البعيدة عن مصادر المياه وتكون إنتاجيتها قليلة وأكد مختصون في الشعب الزراعية إن المزارع والبساتين في المحافظة تعرضت هذا العام إلى الكثير من الأمراض والأصابات والآفات مما أثر على الإنتاج الزراعية من دون التحرك لمكافحتها من قبل الجهات المختصة من محافظة باب المحتزر عبودي زاكروس تيفي